تأثير فيروس كورونا للأسف يوم عن الآخر التأثيرات بتبقى كبيرة جدا سواء تأثير مالي تأثير اقتصادي تأثير فني كمان على الأندية أولا انت شايف الحدث ده في مصر ماذا تأثيره على الناس عامل ازاي وإحنا دخلنا أعتقد دلاتي في الأسبوع السابع أو الثامن ممكن الأمر ده يعني منتصف إبريل نهاية إبريل تقييمك ورصدك للأحداث ده شايفة ازاي لا أول حتى الآن في العالم كله محدش عارف الأمر هيوصل فانت زيك زي العالم كله حتى لو الحمد لله الحمد لله يا رب احنا لسه الحالة عندنا ماشية بمعدل كويس ولسه ما دخلناش في منطقة تحس بها بقلق ولكن برضو انت مرتبط بالعالم لان لو حتى عندك حالة واحدة فانت برضو لسه في مرحلة الخطر لازم تنتهي ينتهي الموضوع تماما من العالم كله عشان يبدأ العالم يرجع تاني زي ما كان تأثير الفيروس كورونا على الكورة في العالم كله باين إلا في مرصة حسنة يعني كأننا فيش حاجة عندنا حصلت يعني الموضوع هي الكورة واقفة بس العالم كله بيفكر في حلول العالم كله بيفكر الدينة ترجع ازاي العالم كله بيفكر هنعمل ايه إلا الناس عندنا بعض المسؤولين على الأندية أو دور يتلغي دور يتلغي المبارح وخلال الأامل اللي فاتت الفيفا والتحاد الأوروبي قررت صارمة جدا بشأن استكمال المساوئات كل الناس عايزة كورة بعد ما الأزمة تخلص ترجع وبترجع المساوئات تستكمل حتى لو الموسم بقى ممتد واتقلبت المواسم وبقى بدل الموسم تجيد في ديسمبر أو في نوفمبر القادم فالعالم كله بيفكر في استكمال الموسم إلا إحنا هنا الناس في الأندية عايزين دور يتلغي عشان واحد ما بينفس على البطولة فعايز دور يتلغي واحد بينفس على الهبوط فعايز دور يتلغي حتى للناس اللي في الدرجة التانية عشان فيه ناس هتهبط وناس هتصعد الحقيقة ده مش في الكورة ولا ده اقتصاد هينهار ومسؤندية هتفقى ممكن تفلس وحاجات كده غريبة جدا يعني لازم يبقى فيه يعني الكلام اللي عندي من مسؤولين اللجنة الخماسية أنه عندهم حلول كتير وقايلين مقترحات كتير ولسه بيتكلموا فيها مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عشان يبدأوا يطراح حلول لعودة المسابقة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا مسؤولين اللجنة الخماسية عندهم النية وعندهم هو لازم ما يكونش عنده حل تاني كده عنده النية أنه يرجع بالاتفاق مع مسؤولين الدولة المسرية ان شاء الله هتيرجع ترجع المسابقة لأن ده القرار الحياة الأمثل لأنك طب انت لغيت الدوري هالكاف قرر يستكمل دورة الطالة أفريقيا لأن ده اللي تلعب فيها تلعب ازاي ده الكاف قال حاجة كمال مهم قالك أنا ما عنديش مشكلة أجل لأبعد مدى إن المطشطة عايزة ترجع بحضور جماهية ما هو كل الناس بتتعامل مع العودة أنت نابولي رجع يتمرن شالك بيمرن خمسة خمسة خمس لعيبة خمس لعيبة أقسم الفرقة خمس لعيبة كل خمسة لعيبة كل الناس بتدارها على حلول عشان تبقى جاهزة أول ما الأزمة تنتهي الكرة ترجع يعني بعدها بأيام بسيط إلا إحنا المسؤولين والحقيقة أنا عشان برضو نكون واضحين حتى الآن مسؤولين لجنة الخمسية ما صرحوش وما دخلوش في المهاطرات بتاعتني لأ مش هلغي فالحقيقة خلينا مستنين هم يقولوا إيه ولكن أنا من كلامي مع بعضهم أو مع أهمهم يعني هم حطين سيناريوهات كتير لعودة المسابقة وأعتقد أنها لو ما رجعتش على منتصف مايو فبداية ستة أعتقد أنها بعد نهاية شهر رمضان الكريم إن شاء الله يعني معرضك إحنا كمان أسبوع آخر موعد كلا الاتحاد أو اللجنة الخمسية وضعته على الموقع الرسمي إن إيقاف النشاط حتى منتصف إبريل منتصف يعني متكلم كمان أسبوع بعد أسبوع أعتقد ممكن يمد المهلة هيمد المهلة ويبدأ إطرح الحلول بس هيمد المهلة بقى لنهاية شهر رمضان لأ هيمد المهلة لحد مايو ويبدأ إطرح حلول إنه هنبدأ الدوري هيرجع بالنظام أوصلا ما أنت معند ما عندكش توقيت زمني الأزمة الكبيرة اللي عند العالم كله هي مش عندك أصلا أنت وريد تلعب غير جمهور يعني فمش محتاج تناقش البند ده البند ده براك فأنت عندك أنت بس محتاج تناقش إزاي المتشاط ترجع تتلعب وسط تأمين صحي خلينا نقول تأمين صحيا لكل المجموعة اللي بتلعب مظبوط والدائرة المحيطة اللي هو الملعب بقوض اللبس بالانتقالات بأماكن الإقامة وأعتقد أنه العالم كله دلوقتي بيفكر في موضوع كامبات المعسكرات أن الفرقة تتجمع في أماكن معينة ومرشدة اللعب على ستاديين ثلاثة والموضوع طب ده سيناريو اللجنة الخماسية فكرت فيه؟ بتفكر فيه طبعا بتفكر فيه طبعا كان ريني فايلر طرح ده على فكرة كل العالم بترح يعني العالم كله بترح ده أنت مثلا برشلون لو رجع اللعب الدول الأسباني رجع مش هيلعب على كامل الفترة طويلة فكل الفرق عندها الحلول يعني كل الدوريات والقائمين على الدوريات بيترحوا الحلول دي والحقيقة أنه ده ظهر في استثنائي ما ينفعش حد يقول لا يعني لو أنت قررت أن أنت تاخد عشر فرق وتوديوم اسكندريا وتمم فرق وتوديوم السويس مثلا عشان أنت عندك هنا ثلاث ملاعب وعندك هنا ثلاث ملاعب عشان تعف تلعب المرشد أنت كده كده بتلعب ثلاث مرشد في اليوم فأنت هتلعب تلعب ثلاثة في ثلاثة الأسبوع هتلعب على ثلاثة أيام وبعدين تقلب تمام فسهل جدا تعمل ده وتنقل فرق في انتقالات أمينة وفي بيئة صحية مناسبة وسهل جدا يعني أولا هتعمل نسبة إشغال للمجموعة الفنادق اللي موجودة في الأماكن دي يعني هتعمل نسبة إشغال سياحية هتعمل حركة هتحرك الدنيا شوية أعتقد أنه ده بس في المستقبل القريب أعتقد أنه صعب يعني في إبريل صعب ولكن لا إبريل بستحيل بدايات مايو أو نهايات مايو هو المعدل بس لو دخل عليك شوية للرمضان أعتقد أنه أبقى صعب في رمضان بفسد وبرضو أنا كل مرة بقول لك يا محمد أنتو بتحسسونا هنا أنه يعني الناس هاي بتتكلم بحسسونا الدور المصري بيخلص في مايو الدور المصري بقاله نقطة مش كاف نقطة في رمضان أنت المطشط كل لازم تتلعب السعشرة بالليل فأنت هتوفر كم ملعب في نفس التوقيت عشان تلعب كل المباراة أعتقد أنه بعد رمضان عشان كده بخلاف أنك ملعب لازم تدي مدة زمنية للأندية عشان اللعبة تستعيد الفرمة خمسة شوية يوم كل مدربين قالوا إحنا محتاجين أسبوعين عشان اللعبة لأنها تلعب مطشط والديين وبرضو فكرة المباراة الودية لازم تبقى برضو في أماكن أمنة يعني لو أنت هتعمل كمبات فتعمل المباراة الودية بين الفرقة وبعضها في الأماكن دي عشان اللعبة ترجع خلينا نقولي أنه كل الناس عايز الدورية يرجع كل الناس في العالم إلا إلا إحنا هنا إلا إحنا في مصر إلا 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 عايزين فخلينا نروح للمنطقة دي ده اللي بيخلي اللجنة الخماسية مش بتتناقش بتناقش الأمر مع الأندية لنأعرف أن الأندية واحدة يقولها لأ واحدة يقولها في الآخر اللجنة الخماسية هتطلع بقرارات كلها ينفزها كلها ينفزها لأنك أنت أفزار في السناء لكن بره في أوروبا في مناقشات في اجتماعات بالفيدجي عشان الأندية عايزة الدورة يتلقاب لكن هنا يتحد الأوروبة مبارح بلجيكا لاغيت فضل الأسبوعين هددهم أنه لا الدوري لازم يرجع الأسبوعين يتلقابوا عشان لو الدوري ما اكملش هستبعد لأندية هستبعد لأندية من الدوريات من الدوريات فطبعا كل الناس هممها أن المسابقات تكمل لأن في خسائر مرعبة خسائر بس خسائر في عود رعاية أرقام مش طبعية لأنك عقد زي عقد البس التلفزيوني لو المسابقات لغت هيتاخد كله مش هيقولك أنت لعبت عشر مطشات فهتديك تمام العشر مطشات لا لأنه هو ماضي أقود إعلانات مع شركات تانية مضبوط بموسم فالموسم ضعف هو مش هيحسب أنت دفعت فالحقيقة لازم يبقى فيه خطط أن الدوري يرجع